راعي حفلنا الكونغرس يشمل بطابعه مختلف مجالات الصيدلة بدءا بالتعليم الصيدلاني وبسلاسل الإمداد والتشريعات والقوانين المنظمة للممارسة الصيدلانية حيث يعد منصة مهمة لكافة المهنيين وأصحاب القرار العاملين في الحقل الصحي بصفة عامة وفي مجال الصيدلة بصفة خاصة وهو ما ترجمه مؤتمر كونغرس ومعرض عمان الدولي للصيدلة في نسخته الحادية عشرة تحت شعار صياغة مستقبل الخدمات الصيدلانية مؤتمر بمشاركة منظمات عالمية التحاد العالمي للصيادلة الجمعية الأمريكية للصيادلة المستشفيات معهد دولي المشتريات طبعا عندنا 105 ورقات عمل أكثر من 1200 مشاركة من مختلف الدول المؤتمر يتحدث عن عدة نقاط تهم الصيدلي وصياغة المستقبل بالنسبة للصيدلي المؤتمر في جلساته ناقش تمكين وصياغة مستقبل التعليم الصيدلي ومنهجية المنظومة الطبية لإدارة نقص الأدوية ومدى تأثير هذا النقص على سلمة المرضى وكيفية تحديد البدائل عد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات ليس على مجال الخليج العربية والشرق الأوسط بينما في العالم جميعا لأنه ما شاء الله يضم الكثير ويغطي جميع مجالات الصيدلة واهتمام الصيدلة في جميع مستويات العالم كما كشف المؤتمر عن أفضل الممارسات والسلامة الدوائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتحديات التي تواجه تطبيق برامج واستراتيجيات السلامة الدوائية والقوانين المنظمة للأجهزة الطبية وأهم معايير الجودة والمتطلبات التنظيمية لضمان أقصى فائدة للمرضى ملتقى يستفيد منه يتبادل فيه الخبرات جميع الممارسين الصحيين تبادل بين الخبرات بين الدول لسقل المهارات لعقد استثمارات من خلال المعرض من خلال مشاركة الشركات الرائية المؤتمر من ضمن الشركات المصنعة للأدوية والوكلاء الموجودين بسلطنة عمان فهي فرصة لهذه الفئات أنها تتبادل الخبرات ولتلتقي بمثل هذه الشركات لعقد استثمار وجذب الاستثمار بسلطنة عمان أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في السلامة الدوائية المستهدفة من قبل المعهد الامريكي والكندي للسلامة الدوائية لمنع الأخطاء الدوائية عند تنقل المرضى بين مؤسسات رعاية الصحية والحد من الأخطاء الدوائية في استخدام اللقاحات وكيفية إشراك المرضى في السلامة الدوائية أيضا كانت ضمن بنود المؤتمر بالإضافة إلى مواضيع أخرى تمت مناقشتها كونغرس ومعرض عمان الدولي للصيدلة هذا تستمر فعالياته لمدة ثلاثة أيام متتالية ويعد من الفعاليات العلمية المهمة في المنطقة لتطوير مهنة الصيدلة ومن خلاله يتبادل المشاركون الخبرات والحوارات في هذا المجال وهو ما يعزز معرفتهم بآخر ما توصلت إليه العلوم والمستجدات في مجال الصيدلة إبراهيم بن سالم الهادي من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض محافظة مسقب